موسيقى في سبتمبر أيلول 2015 خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة التزمت 193 الدولة بأن تدرج في استراتيجيات والسياسات التنموية التي تتبعها 17 هدفا من أجل إحلال التوازن بين مركبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية هذه الأهداف هي طموحة ستقوم بتحويل المجتمع ولذا نحن بحاجة للجامعات الجامعيات المواطنين دول الشركات أنا بظفتي السحقية أريد أن أتكلم عن دور وسائل الإعلام لتقريب هذه الأهداف أهداف تاني المستدامة من مفهوم الجمهور دور وسائل الإعلام هو أن تعلم لذا يوجب علينا أن نتناول الإعلام بطريقة قضية مختلفة أكثر واقعية تحسو المواطن ليفكر في عالمنا اليوم أصبحنا آلات استهلاك نتصرف بشكل آلي ولا ندرك الوقع كل ما نقوم به على الأرض على بيئتنا على نوعية حياتنا إذن طريقة التي نتناول فيها الإعلام يجب أن تتنبه لهذه العناصر هذا من ناحية أولى ثانية علينا أن نسعى لإيجاد الحلول التي يقترحها المواطنون التي غالباً تكون ممتازة بسبب بساطتها وابتكاريتها فهي حلول للحياة وللاستمرار في الحياة عندما نتوجه إلى حي من الأحياة نرى مثلاً مبادرات للتقريب للتعايش مثلاً من خلال الزراعة الخضار بشكل جماعي يمكننا أن نروي قصص ناجحة يمكننا أن نفر كيف أن أعقاب السكائر التي جمعت كيف بدلت حياة مئات الشركات أعلن أن نرويج لاقتصاد المعرفة علينا أن نبين كيف أن الطبيعة هي مكتبة تعطينا الدروس وتلهمنا في حياتنا اليومية كيف يمكننا أن نعيش كما تعيش الطبيعة كيف يمكننا أن نقلد الطبيعة في طريقة عيشنا وعلينا أيضاً أن نذكر الحكومات الاتزامات التي اتخذوها إذا الدول إذا المواطنين وإذا الدخل يتوجب علينا ويحق لنا أن نتابع هذه الاتزامات هذه الأهداف تغطي 169 مجال تطبيق وهناك حوالي 250 مؤشر يسمح لنا بالمتابعة ميدانياً كيف يمكننا نحن وسائل الأعلام أن نفيد ذلك من خلال التدرب من خلال الاستعلام ومن خلال السعي لتأمين التدريب والتعليم أن الشبكات الإعلامية تنجح لذلك في اتحاد صحفينا ناطقنا بلغة فرنسية يتم تنظيم دورات تدريبية للأعضاء وأنا عضو في هذا الاتحاد حول هدف أو هدفين من أهدف ثانية المستعدامة ويتم التدريب حول ترجمة هذه الأهداف والإعلام بشأنها في أبريل نيسان الماضي في توبو شبكة وسائل الإعلام الملتزمة نظمت تدريبا لمدراء وسائل الإعلام لتوعياتهم على هذه الأهداف نحن بحاجة لتشارك مع المواطنين جمعيات الشركات لنبين هذه الأهداف ونشيد على من أفضل ومستدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر